مالذي يمكن أن يقدم السيد مسعود برزاني لبغداد في هذا التوقيت أو إقليم كردستان ككل ما الذي يمكن أن يقدمه في هذا التوقيت شكرا جزيلا تحية طيبا لك سيدي وليضيفك الكريم ومشاهديكم لا أعتقد أنه اليوم القضية الوضع فيها العراق الأكثر من أزمة متشابكة وتحديدا اليوم الأزمة الكبيرة في قضية تشكيل الحكومة ابتعاد في هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول ابتعاد كردستان وإنما أقول ابتعاد أربيل تحديدا قد يخلق حالة أو يطيل من الأزمة من هنا زيارة السيد مسعود برزاني من مقصوب بابتعاد دكول؟ دائما لا نحن دائما كنا نتحدث عن بغداد أربيل وأربيل كانت بمعنى إقليم كردستان بوصف السيد مسعود برزاني رئيس الإقليم بوزنه الكبير إذا كان الشخصي إذا كان العائلي إذا كان التاريخي لكن مثل ما نعرف بعد أحداث الاستفتاء اتغيرت الكثير من الموازين وتحديدا هنا أقصد موازين الموجودة في داخل كردستان وليس بين بغداد وكردستان بمعنى أن هناك وجهات نظر تحملها اليوم السليمانية بأطرافها السياسية المختلفة من هنا لا نستطيع أن نسمي هذه الزيارة زيارة تمثيل لكردستان وإنما زيارة تمثيل السيد مسعود برزاني زيارة تمثيل لأربيل زيارة تمثيل للحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا التوصيف الصوري يكون أكثر منطقية وتوصيف واقعي لأنه مثل ما شفنا اليوم احنا أكو أطراف أيضا في السليمانية انتقدت هذه الزيارة وترضت على هذه الزيارة وهذا يدلل على حجم الاختلافات الموجودة يعني ما بين إقليم كردستان تحديدا بعض الأطراف في السليمانية والسيد مسعود برزاني والحزب الديمقراطي بشكل عام لكن تبقى هذه الزيارة لأهميتها تحديدا بعد فترة الانقطاع الطويلة بالفعل تعطي دعما ودفعا لتشكيل الحكومة العراقية مع ذلك أنا أنظر إلى الزيارة بأكثر من وجه وهو هذا بالفعل دائما تكون هكذا زيارات بأكثر من وجه لكن الوجه الأساسي اليوم في زيارة سيد مسعود برزاني هي أنه أربيل ما زالت حاضرة أنه يجب أن لا يترك المركز لصالح الأطراف السليمانية أكثر مما لذلك يجب أن تكون أربيل حاضرة الحزب الديمقراطي الكردستاني يجب أن يكون حاضر والسيد مسعود برزاني يجب أن يكون حاضر في هذا المنافسة وقضية تشكيل الحكومة إذن القضية أعتقد أنه مهمة أو بها أكثر من وجه نعم